هناك يعمل العمل حتى يراه الناس مفهوم هنا لا لا يريد مراءة الناس إطلاقا هو يريد الدنيا بعمل الآخرة يريد الدنيا بعمل الآخرة هناك أراد مدح الناس هنا ما أراد مدح الناس أراد الدنيا بعمل الآخرة واضح هذا واضح أيام الاختبارات بعض الناس يصلي ما شاء الله وما يسب وما يشتم وكذا ويفلال الدخان قال ولا شي حتى تخرج النتائج صح هذا أراد الدنيا بعمل الآخرة خطب فلانة يصلي ويستغفر ويتصدق وكذا حتى وافقوا كذب العقد ثم الزواج فيه ما فيه من المنكرات كيف نعرف أن هذا يريد الدنيا أو يريد الآخرة لأنه يصلي عندنا الإمام وله مكافأة من الأوقاف فكيف نعرف أنه يريد الدنيا أو يريد الآخرة الضابط ذكروا لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط قالوا للإمام قال الشهر هذا ترى ما في مكافأة قال إذن ما في صلاة إذن أراد الدنيا بعمل الآخر قالوا ما في مكافأة قال الحمد لله خلي أعمالنا خالصة لوجه الله الحمد لله مفهوم إذن كيف يعرف بالضابط الذي ذكر لنا نبي صلى الله عليه وسلم إن أعطي أراضي وإن لم يعطى سخط إذن هذا الباب فيه أنه لم يرد مرآة الناس إطلاقا لكن أراد شيئا دنيئا أراد الدنيا بعمل الآخرة نعم ترجمة نانسي قنقر